حوالي لو سألتك بشيغة مختلفة إيه الصفقة اللي ممكن نقول عليها السنة دي ممكن تبقى مفاجئة الصفقات في موسم الانتقالات الصيفة بص لو نادي تخلى على لعيبته وفتح الباب إن اللعيبة دي تطلع لأهلي وزمالك هيبقى فيه خنقة هو النادي فيوتشر اللعيبة الوحيدة اللي ممكن يبقى عليها خنقة هي لعيبة نادي فيوتشر همه اتنين أو ممكن نقول تلاتة أحمد عطف كراس حربة زمالك عايز رأس حربة والأهل عايز رأس حربة فاللعيبة اللي ممكن يبقى عليها خنقة هو أحمد عطف محمد ريضة بوبو أحمد رفعت تلاتة أماكن دول الزمالك والأهل بيعانوا عايزين يدعموا كل عارف إن الزمالك والأهل عايز دعم الونجليفت وعايز والنفس الأمر بالنسبة للرأس الحربة واللعيبة بتاع وسط الملعب فدول من أفضل تلاتة لعيبة فأماكنهم في الدورة المصري لو جدت تبص على بقى الأندية مفيش اللعيبة اللي تقدر طول عليها خنقة لكن في النادي فيوتشار تحديدا دول الثلاث لعيبة اللي عليهم خنقة عايز بما إن هاني زكر موضوع أفشى لأن أنا برضو عندي معلومة في قصة العرض التركي الأهل مرحب إنه يطلع أفشى لكن أهلي رافض ليه رافض الأهل إن النادي التركي العرض اللي مقدمه مفيش أي استفادة مليئة للنادي الأهلي أو إحنا هنأخذ اللاعب وندي اللاعب فلوس وطلع علينا أعارف هنجهزه لكم الأهل شايف إنه مفيش استفادة مليئة أنا مش هستفاد حاجة أنت هتدي لها بمبلغ كبير تمام وهيلعب معك فالنادي التركي شايف أنا بسوأ لك اللعيب بتاعك هيرجع لك بيعه النادي الأهلي شايف أنا مش محتاج ده يعني أنا كنادي أهلي مش محتاج أن أنت تسوأ لي لعيب بتاعي لأ هتديني مبلغ محترم في عرضه تمام غير كده لكن أفشى هو أفشى مرحب جدا بالعرض زي ما هاني قال لكن النادي الأهلي هو اللي رفض في القصة دي طيب الزمالك بقى اللعيبة اللي خلص هتتحرك من نادي الزمالك اللي ممكن تبشي من نادي الزمالك في موسلم تقلق يعني ممكن أقولك رد غريب مفيش ولا لعب بص وممكن يعني أتنين بنتكلم في مثلا محمود علاء لأنه محمود عنده عروض سعودية أكتر من نادي تكلم معه كارتيرون في الاتفاق تكلم معه نادي الفيحاء السعودي فمحمود عنده عروض محمود ما بيشاركش وشايف أنه هو يعني اسم كبير وما ينفعش ما بيشاركش خاصة أن الزمالك بيلعب بثلاث مدافعين فطبيعا أنت تحتاج لي فاللعب مستقى شوية من حتة عدم مشاركته لكن ما أجل الموضوع لحد ما الزمالك يحسم الدوري إدارة الكرة شايف أن لو محمود عنده عروض واللعب رغبته أنه ويطلع ما عندهمش مشكلة لأنه محطين بدايل لتدعيم خط الدفاع العيب تاني ممكن يتحرك وهو أوباما أوباما برضو عنده عروض خالجية فلو في رغبة من اللاعب أنه هو يطلع قدارة الكرة هترحب بكده غير كده لأ ما فيش حتى الناس بص حزم في رغبة أن حزم يتم التجديد ليه ويبقى موجود لأنه واحد من كبت الفرقة نفس الأمر لرؤى رؤى الناس كتبت تقول أنه هو خلاص قريب من الرحيل وعقده بينتهي لأ الأمور اختلفت تماما كنت أتكلم مع حد مسؤول يعني في ملف الكرة في نادي الزمالك قال لي كده قالت طبيعي أن أي فريق لازم يكون عنده كلاس A كلاس B كلاس C فطبيعي أنا مش أجيب كل الثلاثين اللاعب اللي عندي كلهم فرز أول لا طبيعي أن أنا يبقى هذا ينطبق على عمر السعيد عمر ينطبق وتذكر لي اسمه تحديد قالك عمر برضو يعني احتمال كبير نجدد له حصية قعدة بالمناسبة مع وكيله لتجديد التعاقد لكن عمر عنده عروض وعمر عايز يشارك في وقت تقلق سيف الجزيرة حاليا هو سيف بقى المهاجم رقم واحد في عمر كان غاب الفترة رفت الزمالك هيدوم لعيب مهاجم محلي وهيرجع مروان فالمنافسة هتبقى صعبة في أجنبي كمان لا مفيش مهاجم أجنبي جناح جناح بس يلعب مهاجم زي ما قلت لك إبراهيم نضايه هو لعبها مع دجلة سواء وينجة أو مهاجم فهو بيلعبها فالمشاركة هتبقى صعبة فده اللي عمر شايفه فهيشوف أن الأفضل أنه يطلع فممكن أن تبقى برضو زي ما بقولك رابط اللعب لكن الزمالك أنه يطلع أحد لا هم شايفين أن الموسم ده الزماء الفرق أو القوام ده حقق المستحيل طيب أحمد أيما منصور هيجي الزمالك صح؟ آه خلاص خلص خلص صحيح أحمد أيما صفقة انتقال حر واللعب موقع يعني وعندك عبد الشافي وعندك عبدالله جما وعندك فتوح على الشمال وممكن أحمد أيما منصور يلعب في مركز الباكليفت كمان حد من الثلاث دول ممكن يخرج من نادي الزمالك؟ بص هو عبد الشافي عقده بانتهي لكن عبد الشافي عنده في عقده لما وقع مع الزمالك سنة يتم تمديدها بموافقة الطرفين فوارد جدا أنه يتم تمديدها عبدالله جما عنده عروض من أبرز العروض اللي عنده عبدالله جما عنه دي برامدز 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 بشدة في التعاقد مع عبدالله جما ومش المسم ده من المسلمين فاتوا وأكتر من مرة أكلموا مع الزمالك ومع اللعب لكن الزمالك ما عندهش رغبة أنه يضحب أي لعب منهم فاتوح طبعا عنده برضو بعض العروض الاحتراف لكن الزمالك قافل باب احتراف أي لعب حاليا وبرضو منهم زيزو طبعا وهاجيلك في قصة زيزو ديت لأن يعني يطول الكلام